تواصل الدولة بذل جهود كبيرة للارتقاء بمجالات التصنيع المحلي وتوطين الصناعات واتجهت صناعات متنوعة خلال الفترة الأخيرة نحو التصنيع الصديق للبيئة تماشياً مع الاتجاه العالمي وسياسة مصر ضمن رؤية 2030 مميزات عديدة يتفرد بها المنتج الصديق للبيئة من بينها أنه لا يضر الطبيعة أو البيئة أو صحة الإنسان والحيوان إضافة إلى تصنيعه من مكونات طبيعية من تلك المصانع التي اتجهت في الأونة الأخيرة لتصنيع منتجات صديقة للبيئة يأتي مصنع فوكس بلاس لشنط الدعاية بالإسكندرية وتميز المصنع بإنتاج شنط صديقة للبيئة كهدف أساسي وتماشياً مع السياسة العالمية وسياسة الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 الهدف الذي دخلنا في المنتجات هذه هي تمشامع السياسة العالمية وسياسة الدولة عشان حافظ على البيئة يعني وكده ده هدفنا رئيسي عندنا عدة منتجات يعني المصنع وكده من ضمنها شونات الدعاية لجميع البرندات مصانع الملابس برضو بيستخدموا منتجاتنا عمل كتير جدا يعني بيستخدموا منتجاتنا فكرنا في الموضوع ده عن طريقة التنمية الصناعية عارضوا طرح في مجمع مرغم واحنا كنا من أولى الناس يعني اللي احنا دخلنا في الطرح ده وكالحمد الله كلنا نصيب ان احنا حصلنا على الوحدتين دول يعني وبدأنا شغل يعني فكرة المصنع الذي يقوم بإنتاج الشنط لمركات كبيرة نشأت عن طريق هيئة التنمية الصناعية بعد عرضهم لطرح في منطقة مرغم غرب الإسكندرية وتم تخصيص مكان للمصنع وبالفعل بدأ العمل ويخضع المنتج الصديق للبيئة لاختبارات مختلفة لقياس وتحديد أدائه البيئي فإذا اكتازت المنتجات هذه الاختبارات يحصل على ملصق صديق للبيئة وبرغم العديد من المعوقات التي تواجه هذا النوع من المصنوعات كالتمويل إلا أن أجهزة تنمية المشروعات وفرت التمويل وأزالت تلك المعوقات ليبدأ خط الإنتاج الذي سيليه خط إنتاج آخر لمنتجات تقلل من توليد النفايات وتحافظ على طاقة كوكب الأرض التي صارت هي الهدف الاستراتيجي الذي تدعمه الدولة وتزلل من أجله كافة الصعوبات لأجل نظام بيئي مثالي للأجيال القادمة